بسم الله الرحمن الرحيم حياكم الله أعزائي الطلاب وفي فيديو جديد سنشرح إن شاء الله في هذا الفيديو الأسئلة الداخلية والأنشطة زائد أسئلة فصل الغدد الصماء سنبدأ في صفحة 84 وفي هذه الصفحة يتكون هذا السؤال يتكون أي جهاز من أجهزة الجسم من أعضاء متصلة مع بعضها البعض والغدد الصماء منتشر في أنحاء الجسم فلماذا سميت جهازا ولماذا سميت صماء في البداية عزيز الطلاب سميت جهاز الغدد الصماء لأنه أعضاء متصلة معا من خلال انتقال الهرمونات طبعا هذه الطريقة إما أن تقوم بوسط الدم إلى خلايا الهدفة والتالي سيكون هناك استجابة كيميائية لتأثير الهرمونات التي تصل إليها ولكن لماذا سميت صماء لأنها ليس لها قنوات وبالتالي ترسل إفرازاتها إلى الدم بشكل مباشر سنبدأ بعد ذلك عزيزي الطالب في الأسئلة الأخرى الموجودة عندك وسنبدأ سؤال سؤال حتى يكون هناك جميع التفاصيل لهذه الجزئيات في السؤال أيضا في صفحة 84 أي من النواع الهرمونات يمكن النفاذ من خلال الغشاء الخلوي الخلية الهدف وأين تقع مستقبلات كل من الهرمونات الاستيترودية والهرمونات غير استيترودية في خلايا الهدف طبعا عزيزي الطالب الهرمونات التي تستطيع أن تنفذ وهي الهرمونات الأولى وهذه الهرمونات تستطيع النفاذ لأنها تدوب في الدهون طبعا أين تقع كل من الهرمونات الأولى تقع داخل النواة طبعا مستقبلاتها لأنها تستطيع أن تدوب بينما الثانية تقع على سطح الغشاء الخلوي لأنها لا تدوب في الدهون بالنسبة للصفحات الأخرى سنبدأ الآن طبعا أنا فقط أحل الأسئلة هذه المواضيع قمت بشرحها في فيديو سأتركه لكم في صندوق الوصف قمت بشرحها جميع هذه الأسئلة بالتفصيل طبعا بالنسبة للأسئلة طبعا هنا في صفحة ستة وثمانون هنا يأتي سؤال استخدام الهرمون طبعا ماذا هذا الهرمون طبعا في صفحة ثمانين وهو هنا يقصد هرمون الأكتوسين في الطلق الصناعي في حالات الولادة المتعسر فتسر ذلك والسبب بشكل أسياسي أن هذا الهرمون هو هرمون الطلق الصناعي لماذا؟ لأن هذا الهرمون يعمل على انقباض العضلات الملساء في جدار الرحم فتستخدم لتسريع عمليات الولادة في حال كون المرأة تأخرت أو تعصرت عملية الولاد سنستكمل الشرح في الأسئلة المهمة في هذه المطاق وهنا يأتي سؤال كيف يعمل الأنسولين على خفض السكر عزيزي الطالب الأنسولين يعمل على عدة أشياء في البداية يقوم بتحويل السكر الجليكوز يقوم بتحويله إلى الجليكوجين طبعا هذه الألية شرحتها أيضا في الفيديو الذي تحدثت لكم عنه هنا سؤال اربط بين عمل أعصاب الجملة الودية وعمل هرمون الأنسولين طبعا عزيزي الطالب الجملة الودية تعمل على زيادة تركيز السكر الجليكوز بالدم من خلال تحفيز تحطيم الجليكوجين إلى جليكوز الأنسولين وبالتالي الأنسولين طبعا إلى الجليكوجين أو صف الجليكوز ولكن هنا الأنسولين وظيفته أن يقوم بخفض هذه من خلال عمله على تحويل سكر الجليكوز إلى جليكوجين طبعا في الغد الضرقية وطبعا أين توجد وصف موقعه طبعا موقعها عزيزي الطالب يكون أمام القصبة الهوائية أسفل الحنجرة وهي تشبه التفاح تركيبها وهي أسف الفراشة وهي تتكون من فصلين في مقاعة تشبه الفراشة طبعا هنا سنبدأ في الهرمونات التي تفرضها وهنا يأتي إليك سؤال في هذا السؤال يتحدث ماذا يحدث إن نقص تركيز هرمون أو T3 في حالة النمو يحدث مرض الكثم الإصابة من مرض الكثم عزيزي الطالب طبعا سنستكمل شرح الأسئلة الداخلية وهنا طبعا طريقة لفحص المستويات وهنا متى يفرض هرمون الكايستوتنين وكيف يعمل هذا الهرمون في خفض تركيز أيونات الكالسيوم وكيف يسمى هرمون الباروثورمون في زيادة تركيز الكالسيوم طبعا موضوع الهرمون ديل طبعا هذه الأسئلة إجاباتها هنا طبعا هو هرمون ببتدي سبب فرازه هو ارتفاع نسبة الكالسيوم في الدم ووظيفته بشكل أساسي هي خفض نسبة الكالسيوم في الدم من خلال أن يقوم بعمل زيادة تركيز أيونات الكالسيوم في الأرض وتطبيط امتصاص الكالسيوم في الأمعاء وتطبيط امتصاص الكالسيوم في الكلية طبعا والية عمل الهرمون الباروثورمون في رفع نسبة الكالسيوم في الدم أو في البداية تنشيط اطلاق آيونات الكالسيوم تنشيط امتصاص آيونات الكالسيوم في الأمعاء وتنشيط امتصاص الآيونات الكالسيوم في الكلية وكيف يتعامل فيتامين ديل حيث ينشط فيتامين ديل طبعا فيتامين ديل لشكله الفعال الذي يعمل على زيادة انتصاص الكالسيوم في الأمعاء طبعا من بعد ذلك في الغدة الضرقية هنا سنأتي إلى الأسئلة التي توجد بهذه التفاصيل وهنا مع العلاقة التي تربطها بارتفاع ضغط الدم طبعا هرمون الدسترين تسبب في احتفاظ الجسم بالصودون طبعا عندما يحتفظ السودون فقد البوتاسيوم في البول وعند زيادة كمية الدسترين يؤدي إلى عادة امتصاص الصودون والتالي عادة امتصاص المعمل مما يسبب في ارتفاع حجم الدم وضغط طبعا بالنسبة لباقي الأسئلة التي توجد هنا طبعا هذه كل موضوع قمت بشرحها بالتفصيل فقط هنا من أجل عملية التوضيح طبعا تلعب التغذية الراجعة دور مهم في حياتنا العملية اذكر جهازا في بيتي كامل التغذية الراجعة وضع طبعا هذه لا يأتي بالامتحنات لكن الجزئية الأخرى وقال تعالى والوالدات يرضعن أودادهن حولين كاملين لمن أراد أن يتم العضاعة وضع كيف تسمع الرضاعة الطبيعية في تنظيم النسل لأن الرضاعة الطبيعية عزيز الطالب تعمل على تنشيط إفراز الهرمون برولكتين وبالتالي تقلل إفراز الهرمونات النخامية المنشطة للحويسلة والجسم الأصفر اللذان يحسن الخلايا البينية في المبيض على إفراز الهرمونات الجنسية الأنثوينية مثل الإستروجين والبروجسترون طبعا هنا هكذا نقوم قمنا بوصل إلى جزئية ما مستوى سكر الجلوكوز الطبيعي في الدم وهو من 120 إلى 70 ميلي سانتر لكل ميلي لكل سون طبعا أنواع السكر تفاصيلها موجودة هنا سنبدأ الآن بشرح للأسئلة الفصل الخاصة بهذا الموضوع يأتي هنا سؤال يزداد وزن الأشخاص الذين استقصمون الغضة الضرقية والسبب بشكل أساسي لإنعدام هرمونات الغضة الضرقية المنشطة لعمليات الأيض وتحويل البروتينات والكربوهايدرات والدهون لإنتاج الطاقة فتزداد هذه المركبات بالأنسجة العضرية طبعا مما يسبب في النهاية زيادة الوزن طبعا سنبدأ الآن بحل أسئلة الفصل الخاصة بهذه الوحدة طبعا سنبدأ بأسئلة إخطر أي الهرمونات الآتية تنتج من خلال العصبية طبعا أكيد هو الهرمون المانع لإضرار البول والفتوسين أي من الغضة الآتية لا تتحكم في الغضة النخمية في فرازاتها وهي قشرة القذرية أي الهرمونات الآتية لها تأثير متضاب في عملها وهي الكوستونستين والبروتينات ثم يرفع نسبة إلى الضغط الذن والآخر يفضه ومن ثم نصل إلى أربعة أي من الهرمونات التي تتلعى طبيعة كيميائية بابتدية الإدرانالين ما الهرمون المفرد من الغضة النخمية والنشطة في إنتاج الحليب والبرولاكتين طبعا بالنسبة لأسئلة تعلل تفرض الهرمونات بكميات قليلة لأنها تعمل على مشاكل متخصص ولم على مدى طوي طيب ضعف هذا الجسم ببنية الإنسان المريض بالسكر لأن ارتفاع نسبة طبعا المعتمد على الإنسانين لأن ارتفاع نسبة السكر جلوكوس في الدم يؤثر على جميع العملية الحقيقة في الجسم السؤال الثالث عدم اعتبار الفرقة الخلفية من الغضة النخمية وغضة صماء لأنها تعتبر مخزونة للهرمونات التي تنتجها تحتمها ثم تفرزها عند الحاجة قارن بين هرمون النمو والكروتوزول من حيث الإفراز والأهمية الطبيعية الكيميائية والعمل طبعا في البداية وهنا هذا هو الحل فقط سأعرضه حتى الآن هذا الفيديو أصبح طويل وهنا عرض طبعا لجزئية الحل بالتفصيل وهنا السؤال الرابع بالنسبة للآلية إفراز الغضة النخمية والأنسلين وعملية تنظيم آآ السكر بينهما والسؤال الخامس من حيث تريد تطرم سهمي لآلية تغذية الرهمية طبعا آآ بهذا التفاصيل والسؤال السادس والسابع هكذا عزيزي الطالب نصل إلى نهاية هذا الفيديو فقط أردت أن أعرض حل هذه الأسئلة إن شاء الله سنقوم بعرض حل باقي الأسئلة آآ لباقي الوحدات نذكركم أننا هنا أيضا قمنا سأضع في صنبط الوصف آآ رابط خاص بأسئلة أو الأسئلة الخارجية الخاصة بهذا آآ الدرس شكرا لكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته شكرا لكم